بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدي القناة الثقافية طابت أوقاتكم سنبدأ من حيث توقفنا في الحلقة الماضية لنكمل ميمية أمير الشعراء أحمد شوقي التي يمدح بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم نعرج أيضا مع بائيته الشهيرة التي يمدح فيها خير البرية صلى الله عليه وسلم وإذا سامح الوقت نمر بقصة الفرزدق مع علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه الملقب بزين العابدين بسم الله تلك الشواهد تترى كل آونة في الأعصر الغر لا في الأعصر الدهمي بالأمس مالت عروش واعتلت سرر لو لا القذائف لم تذلم ولم تصمي أشياء عيسى أعدوا كل قاصمة ولم نعد سوى حالات منقصمي مهما دعيت إلى الهيجاء قمت لها ترمي بأسد ويرمي الله بالرجم على لوائك منهم كل منتقم لله مستقتل في الله معتزمي مسبح للقاء الله مضطرمي شوقا على سابح كالبرق مضطرمي لو صادف الدهر يبغي نقلة فرمى بعزمه في رحال الدهر لم يرمي بيض مفاليل من فعل الحروب بهم من أسيوف الله للهندية الخذمي كم في التراب إذا فتشت عن رجل من مات بالعهد أو من مات بالقسم لو لا مواهب في بعض الأنام لما تفاوت الناس في الأقدار والقيم شريعة لك فجرت العقول بها عن زاخر بصنوف العلم ملتطمي يلوح حول سنة توحيد جوهرها كالحليل السيف أو كالوشيل العلمي غراء حامت عليها أنفس ونهن ومن يجد سلسلا من حكمة يحمي نور السبيل يساس العالمون بها تكفلت بشباب الدهر والهرمي يجري الزمان وأحكام الزمان على حكم لها نافذ في الخلق مرتسمي لما اعتلت دولة الإسلام والتسعت مشت ممالكه في نورها التممي وعلمت أمة بالقفر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعمي كم شيد المصلحون العاملون بها في الشرق والغرب ملكا باذخ العظمي للعلم والعدل والتمدين ما عزموا من الأمور وما شدوا من الحزمي سرعان ما فتحوا الدنيا لملتهم فأنهلوا الناس من سلسالها الشبمي ساروا عليها هداة الناس فهي بهم إلى الفلاح طريق واضح العظمي لا يهدم الدهر ركنا شاد عدلهم وحائط البغي إن تلمسه ينهدمي نالوا السعادة في الدارين واجتمعوا على عميم من الرضوان مقتسمي دعا كروما وآثينا وما حوتا كل اليواقيت في بغداد والتومي وخل كسرى وإيوانا يدل به هوى على أثر النيران والأيومي وترك رعام سيس إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرمي دار الشرائع روما كلما ذكرت دار السلام لها ألقت يد السلمي ما ضارعتها بيانا عند ملتأم ولا حكتها قضاءا عند مختصمي ولا احتوت في طراز من قياصرها على رشيد ومأمون ومعتصمي من الذين إذا سارت كتائبهم تصرفوا بحدود الأرض والتخمي ويجلسون إلى علم ومعرفة فلا يدانون في عقل ولا فهمي يطعطئ العلماء الهامئن نبسوا من هيبة العلم لا من هيبة الحكمي ويمطرون فما بالأرض من محل ولا بمن بات فوق الأرض من عدمي خلائف الله جلوا عن موازنة فلا تقيسن أملاك الورى بهمي من في البرية كالفاروق معدلة وكابن عبد العزيز الخاشع الحشمي وكالإمام إذا ما فض مزدحما بمدمع في مآق القوم مزدحمي الزاخر العذب في علم وفي أدب والناصر الندب في حرب وفي سلمي أو كابن عفان والقرآن في يده يحنو عليه كما تحنو على الفطمي ويجمع الآية ترتيبا وينظمها عقدا بجيد الليالي غير منفصمي جرحان في كبد الإسلام ملتأما جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي وما بلاء أبي بكر بمتهم بعد الجلائل في الأفعال والخدم بالحزم والعزم حاط الدين في محن أضلت الحلم من كهل ومحتلمي وحدن بالراشد الفاروق عن رشد في الموت وهو يقين غير منبهمي يجادل القوم مستلا مهنده في أعظم الرسل قدرا كيف لم يدمي لا تعذلوه إذا طاف الذهول به مات الحبيب فضل الصب عن رغمي يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهمي محي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجمي مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورمي رضية نفسه لا تشتكي سأما وما مع الحب إن أخلصت من سأمي وصل رب على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرمي بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك شم الأنوف وأنف الحادثات حمي واهد خير صلاة منك أربعة في الصحب صحبتهم مرعية الحرمي الراكبين إذا نادى النبي بهم ما هال من جلل واشتد من عممي الصابرين ونفس الأرض واجفة الضاحكين إلى الأخطار والقحمي يا رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدمي سعد ونحس وملك أن تمالكه تديل من نعم فيه ومن نقمي رأى قضاءك فينا رأي حكمته أكرم بوجهك من قاض ومنتقمي فانطف لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي يا رب أحسنت بدأ المسلمين به فتممي الفضل ومنح حسن مختتمي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلوا قلبي غدا تسلا وتابا لعل على الجمال له عتابا ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صوابا وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجوابا ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ذكل الشبابا تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في الضلوع فقلت ذابا ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذابا وأحباب سقيت بهم سلافا وكان الوصل من قصر حبابا ونادمن الشباب على بساط من اللذات مختلف شرابا وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطابا كأن القلب بعدهم غريب إذا عادته ذكر الأهل ذابا ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابا أخذ دنيا أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة إهابا وأن الرقط أيقظ هاجعات وأترع في ظلال السلم نابا ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كعابا فمن يقتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثيابا لها ضحك القيان إلى غبي ولي ضحك اللبيب إذا تغابا جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا فلم أرى غير حكم الله حكما ولم أرى دون باب الله بابا ولا عظمت في الأشياء إلا صحيح العلم والأدب اللبابا ولا كرمت إلا وجه حر يقلد قومه المنن الرغابا ولم أرى مثل جمع المال داءا ولا مثل البخيل به مصابا فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام أو الشرابا وخذ لبنيك والأيام ذخرا وأعطي الله حصته احتسابا فلو طالعت أحداث الليالي وجدت الفقر أقربها انتيابا وأن البر خير من حياة وأبقى بعد صاحبه ذوابا وأن الشر يصدع فاعليه ولم أرى خيرا بالشر آبا فرفقا بالبنين إذا الليالي على الأعقاب أوقعت العقابا ولم يتقلدوا شكر اليتاما ولا الدرعوا الدعاء المستجابا عجبت لمعشر صلى وصاموا عواهر خشية وتوقا كذابا وتلفيهم حيال المال صما إذا داع الزكاة بهم أهابا لقد كتموا نصيب الله منه كأن الله لم يحصي النصابا ومن يعدل بحب الله شيئا كحب المال ضل هوا وخابا أراد الله بالفقراء برا وبالأيتام حبا وارتبابا فرب صغير قوم علموه سما وحمل مسومة العرابا وكان لقومه نفعا وفخرا ولو تركوه كان أذى وعابا فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابا ولا ترهق شباب الحي يأسا فإن اليأس يخترم الشبابا يريد الخالق الرزق اشتراكا وإن يكو خص أقواما وحابا فما حرم المجد جنا يديه ولا نسي الشقي ولا المصابا ولولا البخل لم يهلك فريق على الأقدار تلقاهم غضابا تعبت بأهله لوما وقبلي دعاة البر قد سائم الخطابا ولو أني خطبت على جماد فجرت به لينابيع العذابا ألم ترى للهواء جراف أفضى إلى الأكواخ واخترق القبابا وأن الشمس في الآفاق تغشى حما كسرى كما تغشى اليبابا وأن الماء تروى الأسد منه ويشفي من تلعلعها الكلابا وسوى الله بينكم المنايا ووسدكم مع الرسل الترابا وأرسل عائلا منكم يتيما دنا من ذي الجلال فكان قابا نبي البر بينه سبيلا وسن خلاله وهد الشعابا تفرق بعد إيسى الناس فيه فلما جاء كان لهم متابا وشاف النفس من نزعات شر كشاف من طبائعها الذئابا وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غابا وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا وما نيل المصائب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابا وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا وضاعت يذرب الفيحاء مسكا وفاحا قاع أرجاءا وطابا أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمتحك بيد أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اقتدت السحابا سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابا وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا كأن النحس حين جرى عليهم أطار بكل مملكة غرابا ولو حفظوا سبيلك كان نورا وكان من النحوس لهم حجابا بنيت لهم من الأخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدم الطرابا وكان جنابهم فيها مهيبا ولا الأخلاق أجدر أن تهابا فلولاها لساوى الليث ذئبا وساوى الصارم الماضي قرابا فإن قرنت مكارمها بعلم تذللت العلا بهما صعابا وفي هذا الزمان مسيح علم يرد على بني الأمم الشبابا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفرزدق يمدح علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه الملقب بزين العابدين والقصة أن هشام بن عبد الملك بن مروان حج في خلافة أبيه أو في خلافة أخيه ومعه وفد كبير من بني أمية من بينهم الشاعر الكبير الفرزدق فأخذ يطوف فكان إذا دنا من الحجر الأسود لا يستطيع استلامه من شدة ازلحام الناس فوضعوا له كرسيا فجلس في انتظار أن يجد فرجة إلى الحجر فيستلمه وبينما هو في هذه الحال إذ أتى علي بن الحسين الملقب زين العابدين ولا يرى أجمل منه ولا أطيب ريحا فأخذ يطوف وكلما توجه إلى الحجر أفسح الناس له الطريق إليه إجلالا له فنظر أهل الشام إلى هذا الرجل الذي يهابه الناس هيبة لا يهابونها الأمير فقال أحدهم له الشام بن عبد الملك من هذا فكره أن يقول هذا الحسين زين العابدين بن علي وكان بجانبه الفرزدق فقال أنا أعرفه فقال له الشامي من هو يا أبا فراس فقال الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم كلتا يديه غياذ عم نفعهما يستوكفان ولا يعروهما عدم سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه اذنان حسن الخلق والشيم حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا حلو الشمائل تحل عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لاؤه نعم عما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم إذا رأته قريس قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم بكفه خيزران ريحه عبق من كف أروع في عرنينه شمم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم الله شرفه قدما وعظمه جرى بذاك له في لوحه القلم أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم من يشكر الله يشكر أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم ينمى إلى ذروة الدين التي قصرت عنها الأكف وعن إدراكها القدم من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت له الأمم مشتقة من رسول الله نبعته طابت مغارسه والخيم والشيم ينشق ذوب الدجاع عن نور غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم لا يستطيع جواد بعد جودهم ولا يدانيهم قوم وإنكرم هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت والأسد أسد الشرى والبأس محتدم لا ينقص العسر بسطا من أكفهم سيان ذلك إن أذروا وإن عدموا يستدفع الشر والبلوى بحبهم ويسترب به الإحسان والنعم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ترجمة نانسي قنقر